بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا جواب مختصر على موضوع البكالوريا التجريبي الذين سجته لتلاميذه وقد كنت فيه حريصا على أن أجمع أكثر عدد من الوحدات والعناصر المفاهيمية في هذه الأسئلة كان النص المؤطر الآيتان من سورة الإسراء وهما قوله سبحانه وتعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا كان في المطلوب أسئلة وكما قلنا إن السؤال الأول في البكالوريا يكون مباشرا مع النص المؤطر ومع الموضوع الذي في النص المؤطر وعليه فعلى الطالب إذا قرأ الآية أو الحديث في السند أو النص المؤطر فإنه يضع قبل ذلك كله ورقة بيضاء أو المسودة على الأسئلة ويحاول أن يستشف الوحدات والعناصر التي قد تصادفه فيما سينظر إليه من الأسئلة وهنا لا شك أنه ظاهر جلي درس العقيدة ثم ينظر في الأسئلة فيجد أنه قد أجاب على أكثرها في ذهنه أو على المسودة إن شاء نحن عندنا في السؤال الأول قلت في التقديمة له درست أن القرآن استخدم في ترسيخ العقيدة الصحيحة في الإنسان أساليب متنوعة لحكمة بالغة فما معنى العقيدة الإسلامية الصحيحة وهل لها آثار على الفرد وما الذي يجعلها قد تنحرف عند بعض الناس ترى أن السؤال فيه عدة أجزاء فتجزئها في المسودة وتضمن أنك لم تضيع أي جزء وإلا كنت ضحية التسرع الجزء الأول ما معنى العقيدة الإسلامية الصحيحة تنظر إليه لفظة لفظة ثم تعرف فتقول العقيدة لغة من عقد الشيء أو عليه إذا شده بأحكام ووثوق وأما العقيدة شرعا فهي العلم بالأحكام الشرعية الغيبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية والعمل به أي بذلك العلم وعند لفظة الصحيحة يحسن أن تبين وتقول العقيدة الصحيحة هي التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني من هذا وهو هل لها آثار على الفرد أولا تجيب بنعم لها آثار ثم تأتي إلى السطر وتعدد تلك الآثار في شكل نقاط وأرقام وليس في شكل فقرة فهذا يجعل الإجابة مزعجة إنما تكتبها في شكل فقارات فتقول أولا العقيدة الصحيحة تجعل الإنسان مبصرا لغاية وجوده ولمآله ثم تجيب كما تحفظ من كراسك ثم تأتي إلى النقطة الثانية وتقول العقيدة الصحيحة هي سر الإطمئنان والأمان وتستشهد ما استطعت بالآيات والأحاديث التي درستها أما التي لم تدرسها فضمن فقط أنها مناسبة وأن وجه دلالتها فعلا هي اللائقة بأصل السؤال تذكر في هذا مثلا قول الله عز وجل الذي يحفظه الجميع ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتذكر أيضا العقيدة الصحيحة أنها تجنب المسلم الجريمة والانحراف هذه الإجابة إنما هي هيكل الجواب ثم تزيد بأسلوبك وتعبيرك إن شئت اضمن فقط أنك لم تخرج عن الموضوع ولا تطل كثيرا لأن الإطالة في الجواب في البكالوريا لا فائدة منها والشق أو الجزء الثالث ألا وهو ومن الذي يجعلها قد تنحارف عند بعض الناس وهذا الجزء الثالث له علاقة بالوحدة الثانية من وحدات البرنامج التي عنوانها وسائل القرآن في تثبيت العقيدة الإسلامية تذكر هذه الأسباب التي تجعل الإنسان ينحارف أحيانا عن العقيدة الصحيحة وأصول الجواب ألف الجهل بأصول العقيدة ومعانيها تنطلق من هذا المعنى وليس بالضرورة أن تذكر حرفيا ما أخذناه في الكرس وإنما تبدأ بهذه الانطلاقة ثم تأتي بكلام يحوم حولها في سطرين على الأكثر ثم باء التقليد الأعمى للموروثات وهنا ضروري أن تبين القصد من الموروثات وأنها إما قديمة وصلت إلينا أو حادثة أتت إلينا من أعدائنا وكذلك جيم التعصب والغلو في الدين وتبين ذم هذا وتظهر أن الإنسان لا بد عليه أن ينتصر للحق فقط وأن لا ينتصر لذاته أو لقوميته أو شهوته أو شخص على حساب الحق دال الغفلة عن تدبر الآيات ثم تقسم الآيات الكونية والقرآنية وإن شئت جعلت نجمة ثم قلت الآيات الكونية وتذكر شيئا مما هو من مظاهر الغفلة عنها ثم تأتي إلى الآيات الثانية وتذكر كذلك ها الانغماس في الملذات والشهوات ولا شك أن هذا المعنى سهل على الجميع فكل يستطيع أن يعبر فيه بما يدور حول فلكه ولا يخرج عنه تشير إلى معنى المعاصي وإلى آثارها ولا تتجاوز سطرين أو ثلاثة بارك الله فيك كي لا تخرج عن الموضوع ولربما أخطأت فنقض أخر كلامك أوله هذا بخصوص السؤال الأول من الجزء الأول من الموضوع الأول ثانيا وتحت السؤال الأول من الجزء الأول قلنا في الآيات أعلاه وسيلة من وسائل ترسيخ العقيدة اذكرها مع يسير شرح ثم اذكر ثلاثة وسائل أخرى درستها ترى أن فيه أجزاء الجزء الأول في الآيات أعلاه وسيلة من وسائل ترسيخ العقيدة اذكرها هذا هو الجزء الأول الجزء الثاني أو الشق الثاني وهو مع يسير شرح تكتبه في المسودة كي لا تغفل عنه الجزء الثالث والشق الثالث ذكر ثلاث وسائل أخرى درستها تكتبها ثم تبدأ في الإجابة ولا شك أن في الآية أعلاه وسيلة صريحة وهي مناقشة لانحرافات لأننا قلنا في القسم لو تذكرون إن لكل وسيلة مفاتيح ومفاتيح هذه الوسيلة أظهرها الحوار قل سيقولون قل سيقولون هكذا وهنا عندنا وقالوا إذا كنا قل كون قل الذي فطركم ويقولون مته قل عسى أن يكون قريبا فهذا حوار إذن مباشرة تحكم على الآية أن وسيلتها المتضمنة هي مناقشة لانحرافات أما في شرحها فتذكر أن الله عز وجل يذكر شبه الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب ثم يردها عليهم بما يعقلون لا يردها عليهم بما لا يعقلون مما ليس هو مسلم بين الإسلام والكافر إنما يأتي بأشياء هم يؤمنون بها فيرد الله سبحانه وتعالى عليها ويظهر الحق ويبهتهم تشرح بنحو هذا الجواب الشق الثالث وهو ثم ذكر ثلاث وسائل مجرد ذكر وليس معه شرح إن شئت أن تشرح اغضمن شرحك ولا تطل ولو اقتصرت على مجرد الذكر لكانت الإجابة تامة تعطى فيها العلامة التامة تذكر مثلا التذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى تذكر مثلا إثارة العقل والوجدان وتذكر أيضا رسم الصور المحببة للمؤمنين أو رسم الصور المنفرة للكافرين أو على التعبير الجديد رسم صور الكافرين المنفرة السؤال الثاني من الجزء الأول من الموضوع الأول وهو قولنا في قوله سبحانه قل الذي فطركم رد عقلي على سؤال المشركين وإشارة إلى ضرورة استعماله والضمير هنا يعود إلى العقل ألف ما هو مفهوم العقل وما هي وظيفته تجاه ما يستقبله من أفكار ومعتقدات حادثة كانت أو قديمة ترى أن في هذا السؤال أجزاء فتكتب في المسودة الجزء الأول الذي هو ما مفهوم العقل الجزء الثاني ما هي وظيفته تجاه ما يستقبله أي من المورثات ثم تقسم هذا الجزء الثاني إلى ألف المعتقدات والأفكار الحادثة باء المعتقدات والأفكار القديمة وتجيب في مفهوم العقل تذكروا لغة إن شئت وإن شئت تأتي فقط على المعنى الشرعي لأن كلمة مفهوم لأن كلمة مفهوم ليس بالضرورة أن يكون فيها التعريف اللغوي ولكن كلمة تعريف يحسن أن تذكر لغة وشرعا فالعقل لغة مصدر عقل الرجل دابته إذا ربطها فمعنى حينئذ المنع لأن الذي يربط دابته يكون قد منعها من الانفلات شرعا تقول هو ملكة وضعها الله في قلوب الممتحنين أي المكلفين يحصل بها التمييز والاختيار ويناط بها أي يربط التكليف وهنا تذكر فقط ولا تشرح الجزء الثاني من هذا السؤال وهو ما هي وظيفته تجاه ما يستقبله من أفكار ومعتقدات هذا تجيب فيه بالعنصر الخامس من عنصر أهمية العقل في القرآن الكريم وهو بالعقل رد على الأعداء من العلمانيين وغيرهم ممن يقول بالإلحاد وكذلك تجيب بالعنصر المفاهيم الثالث وهو دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات وتقسم تذكر إن شئت مظهرا واحدا فقط في الموروثات القديمة من عادات وخرافات وصلتنا تمس الدين ويردها العقل وكذلك ترد أو تذكر مثالا واحدا من الأفكار التي تأتينا من عند أعدائنا وما أكثرها وهذا كله مثلنا له في القسم وترد بالدليل العقلي كما ذكرنا تقول مثلا العقل يستعمل الحقائق العلمية في تسليمه للوحي ولهذا يصدقها في الواقع فترد بهذا على التخارف وكل ما لا يصح نقلا ولا يصرح عقلا وترد أيضا على قضية التقليد الأعمى وتشير إلى أن هذا العقل ما دام ربنا قد أعطاه لنا فإنه لا بد علينا من إعماله ثانيا من السؤال الثاني من الجزء الأول الموضوع الأول قولنا ما هو القسم المقاصدي الذي يندرج فيه حفظ العقل وما هي أهمية ترتيبه مع غيره من المقاصد ترى هنا أنك عندك أجزاء الجزء الأول ما هو هذا القسم والجزء الثاني ما هي أهمية ترتيبه مع غيره تكتب هذا كنقاط ثم تبدأ حبة فحبة أما القسم المقاصدي فهو سهل تقول حفظ العقل يندرج تحت المقاصد الضرورية أو الكليات الخمس وإن شئت أشرت إليها وذكرته الشق الثاني من هذا السؤال المقصود منه هو العنصر الثالث الذي عنوانه أهمية ترتيب مقاصد الشريعة ولكن هنا تحرص على أن لا تخرج عن قضية العقل فتذكر أهمية العقل من حيث الترتيب فنحن قلنا في الترتيب الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال وأشرنا إلى أن من العلماء من لم يتبنى هذا الترتيب ولكن الذي ذكرناه هو المقرر عليكم كيف تشير وكيف تجيب تقول إذا تعارض حفظ العرض مع حفظ العقل قدم العقل لأن بذهب العقل يذهب كل شيء وتقول إذا تعارض حفظ المال مع حفظ العقل قدم حفظ العقل وتقول إذا تعارض حفظ العقل مع حفظ الدين تقدم حفظ الدين على تفصيل على كل حال لا يأخذ هكذا ولكن تجيب بما أقول لك كي تكون إجابتك صحيحة ثم تمثل تأتي إلى تقديم النفس على العقل فتقول لو أن إنسانا أصيب بغصة وكاد أن يشرق ويموت فلم يجد إلا خمرا فهنا قدم المقصد الضروري الذي هو حفظ النفس على شرب الخمر الذي هو في الحقيقة مصدر حاجي هنا في هذه المسألة ولكنه به ضيع العقل فيقدم حينئذ حفظ النفس على حفظ العقل السؤال الثالف من الجزء الأول من الموضوع الأول قلنا فيه لما كان حفظ العقل مقصدا عظيما رتب الإسلام له حماية فائقة من كل ما يضره ألف ما هو منهج الإسلام في الحماية من الجرائم والضرر اشرح جانبا من ذلك مباشرة يهجم على عقلك درس منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة فتستحضر في وهلة كل عناصره لأنك حافظ ثم تبدأ في التمييز فيذهب ذهنك مباشرة إلى العنصر المفاهيم الثاني من هذه الوحدة الذي عنوانه منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة تقسم الجواب إلى قسمين كبيرين فتقول واحد الجانب الوقائي للحد من الجريمة والانحراف ثم تقسمه تقسما فرعيا ألف تقوية الإيمان والوازع الديني وتعبر على هذا بما تحفظ أو بما فهمت شريطة أن تضمن الجواب الصحيح باء الحث على العبادات ومكارم الأخلاق ويحسن هنا أيضا أن تقسم هذا العنصر لقسمين نجمة تذكر فيها العبادات ونجمة أخرى تذكر فيها مكارم الأخلاق وحاول أثناء الإجابة بالفهم أن لا تخرج عن فلك الجريمة لا تعبر حول نقطة بأسلوب إلا وقد ربطته بمعنى الجريمة وإياك والاستطراد والإطناب الذي تخرج به عن الجواب فقد لا يعتبر المصحح إجابتك صحيحة إذا خرجت عن السؤال ثم تأتي إلى الجزء الثاني ثانيا الجانب العلاجي العقابي للحد من الانحراف والجريمة وتشير في سطر أو سطرين إلى كلمة الحدود والقصاص والتعزير هذا هو الذكر أما الجزء الثاني من هذا السؤال وهو إشرح جانبا من ذلك فهنا أنصح باختيار الجانب الأول الذي هو الجانب الوقائي لسهولته ولأن الناس جميعا بوسعهم أن يعبروا عنه أما إذا اخترت الجانب العلاجي الثاني وأتيت إلى شرحه فإنه سيطول بك الشرح وستذكر الحدود بمفهومها وبأنواعها وبأدلتها إلى آخره وهذا يطول وأنت لست في مقام فيه ساعة بحيث أنك تطيل إنما اضمن الجواب الصحيح وتوكل على الله الثاني من السؤال الثالث وهو ما هي الجريمة التي تضر العقل ضررا مباشرة وماذا رتب الشرع عليه ليحميه أولا هذا السؤال فيه أجزاء الأول ما هي الجريمة التي تضر العقل الثاني ضررا مباشرة حتى نخرج الجريمة التي تضر العقل ضررا غير مباشر كالشبهات مثلا والخرافات والتقليد لأن المقصود هنا الخمر شرب الخمر والجزء الذي بعد ذلك ماذا رتب الشرع عليه وإن شئت زيت جزءا وهو ليحميه فتقول الجريمة التي تضر العقل ضررا مباشرا هي شرب الخمر لأن شرب الخمر يذهب به مباشرة عقل الإنسان ماذا رتب الشرع عليه تشير إلى أن العقوبة الواردة في حق هذا كانت في الأصل أربعين جلدة ثم استقر كثير من الصحابة والتابعين على ثمانين جلدة قياسا على القاذف لأن شارب الخمر يقذف ولأنها سنة للخلفاء الراشدين وبالأخص عمر ومن جاء بعده السؤال الرابع من الجزء الأول الموضوع الأول قلنا في تقديمته من المقاصد التي حفظها الشرع واعتبرها اعتبارا فائقا حفظ المال وعليه شرع لأجله الميراث السؤال ما هو تعريف الميراث وما هي أسبابه ومعايير تفاوت الأنصبة فيه ترى أنه من عدة أجزاء الأول ما هو تعريف الميراث تذكر هنا تعريف الميراث كلفظة ثم تعرفه كعلم كما صنعنا في الكرس تقول الميراث هو في اللغة ما بقي من الأشياء ويطلق على ما ينتقل إلى الخلف من السلف عموما ثم تذكر معناه اصطلاحا وهو اسم لما استحقه الوارث من إرثه بسبب من أسباب الإرث ثم تأتي على تعريفه كعلم قائم بذاته له قواعده وكتبه وشيوخه وهكذا فتقول هو علم يعرف به من يريث ومن لا يريث ويعرف به مقدار إرث كل وارث بعد موت المورث ثم تشير إلى ما ذكرناه من أسمائه فتقول ويسمى أيضا بعلم الفرائض هذا الجزء الأول الجزء الثاني ما هي أسبابه وكل هذا ذكر فقط وليس فيه شرح فتقول مباشرة أسباب الميراث ألف النسب الحقيقي باء الزواج الصحيح جيم الولاء وإن كنت حافظا فاكتب ما ذكرناه بجنب هذه الأسباب فتقول النسب الحقيقي أي أن بين الميت ومن سيرث علاقة هي إما بنوه أو أبوه أو أخوه أو عمومه إذا لم تكن تحفظ ولكن تعرف فقط رؤوس الأقلام فاكتبها من دون شرح ما دام لم يقولوا لك إشرح لأنه إذا حاولت أن تأتي من عندك بكلام قد يكون كلاما خطئا فلا يعتبر حينئذ الجواب صحيحا الجزء الثالث من السؤال وهو ما أخذناه في الحصة الثانية من درس الميراث وبالضبط آخر عنصر وهو معايير التفاوت في الأنصبة أي لماذا عندنا تفاوت في قسمة الميراث لما لم يأخذ كل مثل الآخر وهنا أيضا ذكر فقط ولا داعي للشرح فتقول درجة القرابة أو الوارث المقبل على الحياة أو العبء المالي إذا فهمت معنى هذه الرؤوس رؤوس الأقلام اكتبه درجة القرابة كلما قرب الوارث من الميت كان نصيبه أكبر فالابن مقدم على ابن لبني وأما الوارث المقبل على الحياة فالأكثر أن الأصغر نصيبه أكبر من الأكبر فالابن نصيبه أكبر من الجدي والعبء المالي وهو أن عادة الرجال يأخذون أكثر من الإناث لأن عادة الرجل أن عليه أعباء مالية وأنه تجب عليه النفقة على بناته وأخواته وغير هؤلاء السؤال الخامس من الجزء الأول الموضوع الأول استخرج من الآيات أعلى حكمين شرعيين وفائدتين إرشاديتين وهذا السؤال لا بد منه في كل باكالوريا وهو سهل إذا أنت تعلمت المفاتيح وقد ذكرناها غير مرة فإذا أتيت على الأحكام قلنا تنطلق من قولك يجب وجوب تحريم حرم كراها كره استحب استحباب أباح أجاز أحل وهنا في هاتين الآيتين أحكام شرعية كثيرة من بينها مثلا وجوب الاستجابة لشرع الله عز وجل وعدم الجدال والمراء ما دام قد قلنا إن الآية فيها مناقشة الانحرافات والحكم الثاني مثلا تستخرجه من قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسه فتقول حرم الله عز وجل هنا الهمز بالرأس إشارة يعني للتكبر فمحمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيهم بالحق كانوا ينغضون إليه برؤوسهم أي يحولونها إلى الآخرين كالمتعجب الذي يريد أن يشكك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الفوائد الإرشادية فهي كثيرة جدا أيضا في هتين الآيتين أولا المفاتيح قلنا هي كثيرة وعلى الذي يريد أن يضمن الجواب ينطلق من هذه الألفاظ مثلا أرشد أخبر بيّن وضح إلى آخره فتقول مثلا أخبر الله عز وجل أن الكفار من أوصافهم العناد والجدال بغير برهان وعلم وأيضا من الفوائد بيّن الله عز وجل أن من أوصاف المشركين التشكيك والتكبر تذكر أيضا إن شئت أشار الله عز وجل في هاتين الآيتين إلى استعمال أسلوب النقاش والحوار الحكيم في تحقيق العقيدة الصحيحة إلى آخر الفوائد المذكورة في الآيتين وما أكثرها أما الجزء الثاني من الموضوع الأول قلنا في تقدمته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام أخرجه الوخاري السؤال الأول منه عرف بالصحابية راوية الحديث قلنا تذكر الاسم الكامل وعدد المرويات وتاريخ الوفاة وتذكر أيضا فضلا من فضائل الصحابي أو الصحابية التي طولبت بتعريفها إذا أنت ذكرت هذا فإنك قد أتممت جوابك وليس بالضرورة لأن تذكر كل ما تعرف عن هذه الصحابية أو الصحابي وهنا عندنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول هي أم المؤمنين هذا يعني تنطلق به عائشة بنت أبي بكر الصدق هذا هو الاسم الكامل ثم تقول روت نحو 2210 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت سنة سبعين وخمسين إذا ذكرت أنت هذا فقد تمت إجابتك ثم إن شئت زدت أنها زوجة رسول الله البكر وأنها من أعلم أمهات المؤمنين وأنها من المكثيرات للرواية وأنها صلى عليها أبو هريرة إلى آخر ذلك هذا إن شئت ذكرته ولا تطل كثيرا السؤال الثاني من الجزء الثاني قلنا في تقديمته حرم الفقهاء في هذا الزمن المخدرات الحديثة مع أن التحريم ورد في حق الخمر فقط ألف ماذا استعمل الفقهاء ليصلوا إلى هذا الحكم بينه ثم طبقه على مثال المخدرات وعلى مثالين آخرين غيرها انظر كم من شق عندك في هذا السؤال أولا ماذا استعمل الفقهاء ليصلوا إلى هذا الحكم ثانيا بينه ثالثا طبقه على مثالك هذا الذي نحن فيه وهو المخدرات الحديثة رابعا وعلى مثالين آخرين غيرها يعني تكتب في المسودة هذه النقاط الأربع كي لا تذهل عن أي نقطة فتندم فيما بعد ثم تبدأ ماذا استعمل الفقهاء ليصلوا إلى هذا الحكم مباشرة يذهب ذهنك إلى مصادر التشريع لأن الفقهاء أتوا بهذا الحكم استنادا على مصادر مخصوصة عندك المخدرات والخمر إذن عندك القياس بينه أي عرف هذا الأمر المستعمل الذي هو القياس تعرفه لغة ثم تعرفه اصطلاحا فتقول في اللغوي قاس الطبيب الجرح إذا سبره ليعرف غوره ثم تقول في الاصطلاح إلحاق حادثة لا وحي فيها بحادثة فيها وحي في الحكم بجامع العلة الشق الثالث ثم طبقه على مثال المخدرات هنا تأتي إلى أربعة نقاط ألا وهي أركان القياس فتأتي إلى الركن الأول الذي هو الأصل تضع بجنبه الخمر ثم تأتي في السطر الثاني إلى الركن الثاني وهو الفرع وتضع بجنبه المخدرات ثم تأتي إلى الحكم الذي هو التحريم ثم تأتي إلى العلة التي هي الإسكار تكون بهذا قد أجبت إجابة صحيحة وطبقت على المثال ثم على مثالين آخرين تنزل إلى السطر مرة أخرى وتكتب المثال الأول أو المثال الثاني إذا رقمت مثال المخدرات برقم واحد تذكر مثالا من أمثلة القياس والحمد لله درست الريبا ودرست فيها القياس يمكنك أن توظف ما أخذته في درس الريبا في هذا الجواب حول القياس فتكتب مثلا قياس الأرز عند إخواننا الأسيويين مثلا أو في شبه جزيرة العرب على القمح والشعير ثم تطبق الأصل القمح الفرع الأرز الحكم جريان الريبا العلة الإقتيات والإدخار يمكن أيضا أن تذكر المثال الذي ذكرناه في القسم وهو حكم سلسل بول فهو حادثة ما كانت في زمن رسول الله فتقول الأصل الاستحاضة الفرع سلسل بول الحكم الغسل ثم الوضوء عند كل صلاة العلة كلاهما جار من غير أن يشعر بها المريض الجزء الثاني من السؤال الثاني ما هي العقوبة التي شرعها الإسلام في حق شارب الخمر وفي أي نوع تصنف مباشرة يذهب ذهنك إلى درس الجريمة والانحراف وكيف حاربهما الإسلام وترى أن هذا السؤال مكرر مع السؤال الذي في الجزء الأول رقم ثلاثة باء ولكن هنا تزيده تفصيلا فتقول حد شارب الخمر أربعين ثم ثمانين تشير إلى العقوبتين معا ثم تقول ويصنف تحت قسم الحدود السؤال الثالث ما هي المصادر التي حكم بها العلماء على ما يلي مباشرة تكتب في المسودة أنواع المصادر التي درستها هذا العام تكتب الإجماع وتستحضر تعريفه وعناصره ثم القياس وكذلك تستحضر كما استحضرت في الإجماع ثم المصلحة المرسلة هي الآن بجنبك وأمام ناظرك وتعريفها لا تبدأ مباشرة في الجواب إنما استحضر كل هذا الدرس ثم انظر إلى الأمثلة وانظر أي التعريف يتحقق على المثال لأن المثال تعريف مصدره بتنزيل التعريف عليه إشارات المرور هل ثبتت بالإجماع تأتي إلى تعريف الإجماع تجد أنه لا ينطبق عليها كمثال أو هي لا تنطبق عليه كمثال ثم تأتي إلى القياس أيضا على ماذا قسنا ما عندنا هنا أصل إذن ليس قياسا بقي معك المصلحة المرسلة ينطبق عليها القياس هي مصلحة تحفظ المقاصد وليس فيها اعتبار من الشرع لا بإثبات ولا بإلغاء ثم تأتي إلى استحباب قيم الليل استحباب قيم الليل فيه نص من القرآن إذن النقاش هنا حول كلمة الاستحباب كيف استفدناها ما عندنا نص من القرآن أو من السنة فيه التصريح بالاستحباب هذا الاستحباب ليس ينطبق عليه تعريف القياس ولا حتى تعريف المصلحة المرسلة إذن بقي معك الإجماع أجمع علماء الأمة على أن قيام الليل مستحب فتصنفه في خانة الإجماع يحسن في هذا السؤال أن تجدول تحريم الإيجارة بعد الأذان الثاني من الجمعة إذا أتينا إلى تعريف المصادر نأتي على الإجماع نجده ينطبق عليه فعلاً ولكن بعد عملية فنتركه جانباً ثم نأتي إلى المصلحة المرسلة فنجدها لا تنطبق عليه ثم نأتي إلى القياس فهنا نجده هو العملية التي توصلنا بها إلى الحكم ثم استقر الإجماع على ذلك فتقول الحادثة القديمة التي فيها الوحي هي البيع بعد الأذان الثاني لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالبيع هو المذكور في القرآن الكريم طيب وأما الإيجارة هي فرع عن الأصل الذي هو البيع والحكم التحريم والعلة الجامعة أنك ليهما عقد فلما تشابهت مع البيع في العقد لحقها الحكم الذي هو التحريم إذن تصنف هذا المثال في القياس المثال الآخر وهو الدفتر العائلي وهذا صريح في أنه لم يكن في زمن رسول الله إذن هو ليس فيه نص هل قيس على شيء ما لم يقس على شيء ما إذن ليس قياسا هل نقل فيه الإجماع لم ينقل فيه الإجماع إذن لماذا أسس أسس لحفظ مصلحات معينة حفظ حقوق المرأة وحفظ عرضها وهكذا فهو حينئذ مصلحات مرسالة تصنفه في خانته بهذا نكون قد أجبنا إجابة مختصرة كاملة بإذن الله تأخذ بها أيها الطالب علمتك الكاملة إن شاء الله تعالى هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد